ننتقل للشرق الأوسط والتي تقول مقتل أمريكي برصاص مسلحين في بغداد أعلنت ميليشيا مسلحة تطلق على نفسها اسم سرايا أهل الكهف اليوم مسؤوليتها عن مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد الليلة الماضية وذكر الفصيل المسلح في منشور صحفي أن عملية قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول جاءت انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذين قتلوا بهجوم أمريكي بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد في يناير كانون الثاني لعام 2020 وعلنت خلية الإعلام في قيادة العمليات المشتركة العراقية الليلة الماضية أن رئيس الحكومة العراقية وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة من أجهزة الوزارة المتخصصة والجهات الأبنية الأخرى للتحقيق في ملابسات الحادث وأوضح البيان أنه تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول إلى الجنات بأسرع وقت وقال رائد بالشرطة العراقية وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول المسلحون اختطاف المواطن الأمريكي كما فدى مصدر آخر في الشرطة أن الضحية كان يعمل وكان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل في منظمة ميلينيوم لخدمة الإغاثة والتنمية المرتبطة بوكالة التنمية الأمريكية في المقابل قال مسؤولون بالسفارة الأمريكية تواصلت معهم إسوشيتي تبريس إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليس لديهم معلومات بهذا الشأن كما قالت الخارجية الأمريكية ننتظر التقارير بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد ترجمة نانسي قنقر